أولاً ما تكلمنا عن شخصية الزوج دي دي قصة تانية خالص ده إيه بقى؟ ده إيه؟ ده شخص سلبي مستهتر عندوش تحمل مسئولية أناني حبه لذاته عالي جداً إيه لتجوز أربعة دي يعني بس إزاي ما عندوش تحمل مسئولية هو عمل بدل لعمارة لنفسه هو عمل لنفسه ده ولي مراتاته التالي الأربعة ده متجوز تانية وسبها ورح للتالتة تتجوز التالتة وسبها ورح للربعة ده دول على زميته أيوة بس بيعيش مع مين يعني هو بيعمل إيه؟ بيتنقل ما بين الزيجات طبعاً النمازج اللي بتوافق عليه دول ليه؟ مع فلوس ممكن بس ما بيصبح فلوس بخير بس في الأداية بيبهرهم بالفلوس مثلاً؟ آه يعني بيعملهم حركين آه طبعاً فأكيد كل واحدة لها ظروفها هتدور على زوجة هعمل لها استقرار مادي ما ده برضو غلط من الأخطاء اللي بتقع فيها ستات كتير في الجواز إننا بدور على استقرار المادي بس ما بدورش على الحياة طبعية ما بيقولك لو استقرار مادي هتعيش كويسة وتعيش أولاد الكواليس بخلاص؟ يعني أنت يا الزوجة التانية إزاي أنت هتعيش كويسة وفي زوجة أولى وبعدين أنت راح تجوز عليك تاني لا هي النموذج ده كله على بعضه أصلاً نموذج الزوج ده أصلاً نموذج غلط كله ليه؟ أيوة بيخلف ويرمي واحدة واثنين وتلاتة أول ما كنت يا ربنا أنا فخف صورتك شوية وحضرتك بقى معاك فلوس والقرش يجري في إيدك اعتبرت أن الحاجة لوحدة أنت محتاج تعملها هي الجواز التاني والثالث وتلوي مسؤولات الأولاد طب هي فعلاً مش في باله وما بيحباش ومش فارقة معاك نعم من أول نعم من بداية طب هلتجوزها ليه؟ جوازها يعني إيه؟ بصي هي الشخصات لذي دي طب الرجالة بتخاف على فلوسها قولي قولي الستات بتدور عنها تتجوز ودل رجل ودل حيطة رجل بيخاف يطلب عن يرش كده لو مش مقتنع كتأول جوازة بقى بالنسباله وفلية بيجرب الجواز إذا كان داخل بقصاته ووصولات أمانة وكمبيالات عليه بصي هو الشخصات اللي زي دي اللي هي ما عندهاش مسئولية واللي هي ما بتحسش ببيوتها استهتار قوي بتتجوزي أحسن لها ما تتجوزي أصلاً تنقرد إن شاء الله يا رجل مش تتجوز أربعة أربعة إيه؟ أربعة إيه وكل واحدة سايبها بأولادها ده حاجة يعني خلل لازم يتعالج طب هي اتجوزت ودلوقتي عمالة بتنشر المرض في المجتمع لأنه أكيد هيجي جنات من الراجل ده وأكيد هيجي جنات منها تعمل إيه طب تتعالج ولا ما تتعالجش تتعالج وتقوى وتعتمل على نفسها وتسق في نفسها وترب أولادها بقوة نفسي وتأهيل نفسي طبعاً بقولك واحدة متربية طول الوقت إنها تعيش مزلولة إنها تعيش متحملة الإساءة وهتغرز ده في أولادها بس هي بتحاول تأمن نفسها بكل الطرق لو هي عندها مشاكل مادية بتحاول تقولك إيه مش مهم يا ربنا بتلانا هنعديها مش مهم ما حصل مشكلة هنحاول نحلها طب ما ده نموذج كتير جداً وهي لو كانت في الأول يا سيلي أصلاً قعدت في البيت هو ما كانت قاعدة في البيت وعندها بيت ملكها وعندها عربية كتشغالها كان في حلول على فكرة يعني هي بالأول هي بس لو كانت طلعك أنا ولا ما قفتيش جنبي هتوقف جنبه منين هتوقف جنبه بأملكها بأملكه يعني بحاجته هو أو بحاجتها هي أمانة هي هي بتضحت على حاجة عشان تاخد أمان مجاش